ازايكم عاملين ايه يا ربكم؟ بخير النهاردة اجيالكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا ربي ينول اعجابكم طبعا فيديو بقى من الفيديوهات اللي انتو بتحبوها من اول الفطار لحد ما خلص كده يوي معاكم على خير طبعا عايزة اشكركم على كل الكلمة حلوة بتقول هالي تحت الفيديو كومنتات الجاملة اللي بتسايد قلبي ربنا يستايد قلوبكم يا رب النهاردة بقى كده معايا روتين حلوة كده ان شاء الله يعجبكم قمت اتنشطت وتشجعت وقلت يلا يا بيت يا فوف حضري كده الفطار وابدائي بقى شوفي كده اللي وراكي وصوري كده مع حبيبي فقرة الفطار اللي الناس كتير منكم بتحبها رغب انها بسيطة بس الحمد لله انها ايه بتعجبكم يعني المهم بقى حبيبي ما تنسوش اللايك والكومنت الحلوة اللي بيسايد قلبي ربنا يسايد قلوبكم يا رب فعلوك جرز على كلمة الكل عشان يوصلوكو كل جديد ان شاء الله ايا فوف عمالة تنزلين فيديو مرة بالنهار فيديو مرة مش عارف يا جماعة انا ايلالكو كذا مرة الفيديو الاساسي بتاعي القناة عشان القناة ما تقعش الفيديو الاساسي بتاعنا الساعة تمانية لكن لما بيكون معايا فيديو زيادة ولا حاجة انا بنزله لكم بالنهار يعني وقت ما يجهزوا كده فالفيديو الاساسي بتاع الروتين بتاعنا اللي انتو بتحبوه وبتحبوا تشاهدوا كده الروتينات الحلوة اللي بتحبوها هي ساعة 8 ان شاء الله انا ما خلفتش المعاد ولا حاجة انا بس ساعات بيبقى معايا الفيديو زيادة بنزله بالنهار ولا حاجة المهم باقي قلت اقوموا كده احضر فطار كده من البيت عشان ما تكلفش واجيب فطار من بر احنا الميزانية زبطنها مع بعض وكده فطالما في حاجات عندك زيادة ان انت تقدري منها تعملي فطار عايز اقولكم ان دي توفر لكم كتير يعني احنا عشان نعمل نجيب فطار من بره انتو عارفين بقى حاجة و30 جنيه فطار لكن شوية بطاطس كده من البيت قالت كده ارنينفلف الرومي قطعت خيارايا جبنة سلقت بطين بتلاقي الدنيا تلمت معاك وكمان انت وفرت وفي نفس الوقت والله العظم الفطار اللي بنعمله في البيت احسن من الفطار اللي بنجيبه من بره الف مرة قدنا بنعمل حاجة ماشي على القد وكده بس بتبقى مغزية ومنضافة من ايديك كل حيب انا بس لما بكون اي ما تعبينة جدا ببقى مش قادرة زي اي ست ممكن ابعت اجيب فينه طعمية جهزين ابعت اجيب مثلا فول محوج مش عارف ايه وعد اليوم بس طالما ربنا مقوينت لقينا او ما حبش كده من البيت احب اضبر كده الدنيا ووفرت اهو ما جيبتش حاجة من بره بس تشوف البيت وفاة بتعمل ايه حطيت كمون بقى وحطيت ملح كده وزبطت البيت وكمان سخدت عيش عشان الهيش كنت مطلعة من الفريزر حتى بص انا بحطه معكم تلج نسيت حتى حطه قبل ما خلص الفطار بس عادي ما بياخدش حاجة على طول اهو المهم خلصت كده الفطار وقلت يا بس قلت بس مين قلت المين بس يبيت بس بس المين يا بيت قلت يلا يا بيت يا فوفا اعملي بقى ايه الناس اللي بتقول لي فين فاقرة القهوة يا فوفا والله بعملها معكم كتير هول يومين دول ما بقيتش اكاست ما بقيتش اكاست حتى لو مش بصور روتين بصوروكم فاقرة القهوة عبال ما ربنا يقويني واقوم اعملوا الروتين بتاع يا دي يا فوفا انت بتحكي علينا النهاردة حتى لبن في القهوة وانا قلت ايه كانت طلبة معايا كده اشربها بلبن يعني انا ساعات كده تلقوني نفسي رايحة لها كده ايه بلبن كده ومعلاقة سكر انا على طول اللي يا السادة دي باشربها معاكو اللي هي من غير لبن باشربها معاكو سيدة من غير سكر ولا حيج فالنهاردة يا جماعة شكلي بتوحم يا جماعة بتوحم فقلت خلاص بقى ايه اشربها كده بلبن معاكو وبعد كده نفوق كده ونشوف الورونا طبعا هتفتكروا انا الى لكم الفيديو اللي عدى نفسي في ايه معلش يا اخت يعني لكم بتوحم برضو انت عارفيني مساعد ما شفتوني وانا بتوحم خلفة ما اغلبش خلصت الخلفة طلعت كده طلعت بتاع دوات فراخ بقى من اللي انا مفرزها معاكو كده ومقسمينها مع بعض فقلت بقى احطها على النار كده تتسلي قطعت بوسطلوية وتمطمية وحطت ورق لورة وحبهان وحطت التوابل بتاعتي كلها وافضل اشوح فيها زي ما انتو شايفين كده طبعا انا عايزاكو تقولولي تحت الفيديو التصوير بقى احسن من الاول يعني مثلا بقرب لكم الكاميرا كويس التصوير كويس ليكو ولا في حاجة من لحية التصوير برضو عرفوني يا جماعة لازم انتو كونوا متواصلين كده معي تبقوا ساكتين كده عشان ماليفش حط اللايك حط لك عشان ماليفش وجيلك ياميلا او انا باشخد كده بنا يشفيني دول ربنا يشفيني انا عايزا اقول لكم كده مش ملاحقة عليها السخونية تهدك وحتشتهل انا مش شاف انتو سمعين سوتها ولا لأ الله العزيزي قبل ما سجل الفيديو من ديها الدوا بتاعها يعني وصيبها بالعافية بس تسجل الفيديو وشغالة اوحو 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 مش عارف انا منها ليل ولا لهور وجايبها لها علاج وكده بس احنا كده نجيب من الصيدلية علاج وبعد كده في الاخر نروح للدكاتري فيش فايدة وما نحرمش حصلي الصيدلية خلاص يا جماعة يعني حفظ يعني طبعا طبعا بايدة عن المضاد الحيوي ما تقلقيش يعني كده يعني مهم يلا دينا مشيه مباركة ربنا وربنا يسبر هنا بقى ايه عملت كده سبت الفراخ تستوي وطبعا كان عندي غسيل ودوت يوم اجاز ده وانا رزمان اخلص لهم الغسيل عشان لما يبدأ يروح المدارس يلاقوا بقى الغسيل بتاعهم مخصول وكده شغلت كده الدورة جنبي وقلت هنا ايه امقف اصب معاكو شوية الحبشتكنات دول طب يا ففا تتحكيش علينا انت النهاردة تعملي ايه اعمل اكلة نفسي فيه بتوحم عليها قلتلكو الفيديو اللي عده وما حد يشفيكو اعمال لي حالة وبعدتها طب انا اعمل ايه يعني اقولولي انتو اعمل ايه اعمل ايه ايه ولا ايه بس يما عشان انا نفسي بقيت اتخضي من صوتي يعني متتركزوش يا جماعة سنطلع لكم بالليل ولا حاجة نغسل بقى الكنكة بتاعت القهوة بتاعتني الكنك ده بيتلكك بقى عايز اشيله من قدامي عشان ايه للكو اقل خبطة ببوز وحلو كل حاجة بس طبعا مش عايز وقع في الارض مش كده فانا مهملة شوية في ايه باخد الحاجة كده من غير تركيز ومقعميني انا صريحة معاكم المهم بقى نشيل كل الحبشتكنات ديت عشان نبتدي نعمل الغداء بتاعنا النهاردة انا مش هيلا الهم الغداء الاوي مش هيلا الهم الغداء اوي يعليش لسانات الواحد بصوا هنا الحد بتاعي ده مايس الحد بتاعي ده مايس 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 ايه ما يعلم بها اللي ربين اه والله العظيم تلمسيت حس انه بتزغزغيه بيفضل تك 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 تطلع نازل نازل طوالا كده يوقع كل حاجة عليه حد ابني متداية بس عايت عايت يا جماعة دينا مكملين حنشوف خريطة ايه في الشقة دي احنا للشقة دي المهم اه طبعا نسيت برضو ان انا نبيهكم الحاجة في فيديوهات بسيطة كده مثلا هنعملها بالنهار زي الفيديوهات اللي انا نزلتها لكم كده انا بقالي يومين بنزلك فيديوهات بالنهار بيكون مثلا انا مريد بتجربة في حاجة هحكي لكم عليها في ناصيحة اولا لكم برضو فيديو وعادي نتكلم مع بعض وكده انا طبعا الحالة دي طلعت عيني لان كانت شايطة شوية فايه رأيكم في الفيديوهات اللي بنزلها برضو بالنهار دي اتش انا بحب اخذ رأيكم لان انتوا اللي بتشجعوني وكده وطبعا تحت الفيديو بقى ده لو حبيتوا مسلا اي مواضيع نتكلم فيها قلولي مش هكلمك اثناء الروتين زي كده اثناء الروتين ده انت تحبونا هزر بضحك معيك وانا فهمك كلام ده لكن نعمله في فيديو كده ننزله بالنهار اللي فاضي فيكو يتفرج عليه وبس يشوف البيت وفيها تعمل ايه وفي نفس الوقت يا جماعة انا عايزة انا بصريحكم بقولوكم الصراح دوسة يا جماعة الشغل وانك تكوني مكافحة وعايزة تعلي شغلك وتعلي تعبك وتحافظي على مجودك ده مش عيبه على حرام انا بحاول اعمل حاجات بسيطة في الجواب بسيطة بالنهار عشان اعلل ريتش بتاع القناة تالي لاني وقع خالص المشاهدات مش قد كده اه مش عاني ده انا بس مش هقول لا اه بس برضو يعني انا مش هارفها الكنوة مثلا كانت مش هالله داخلة على خمسين الف دلوقت الفيديو بتاعها ما بيكملش الف مشاهدة اقول هو ايه اللي حصل لنا ايه اللي جرى طبعا مش كل الكنوات بس اليوتيوب مش مش بيدي تدقلينا احنا بس يعني مش بيدي تدقلينا بقى انتو فاهمين العنوين الفيك اللي مش عارف ايه انتو فاهمين بقى مش عايد لكم هو جاعد يمحكم كده الناس اللي زينا اللي على طبيعتها اليوتيوب بيقول لنا اللي هطفشكو لاتطفشوه يا احنا ينتو فاحنا عايزين نكون قوي حطوا اللايك وكومنت عشان نقدر نتغلب على يوتيوب نجيب له شلال ربيعي كده هنعمل له ايه طيب فقولوا لي بقى فكرة الفيديوهات اللي بنزلها لكم بالنهار دي هات حلوة عجباكو ولا لا ولو في اي مواضيع مثلا حابين ان احنا نتكلم فيها او موقف صدفك مثلا حصل معاكي ممكن تكتبيلي تحت الفيديو ده عشان نتكلم فيه والنقشو والناس تاخد بالها برضو يا جماعة هنا بيت الدكتورة وفاق خلصت الحوض وخليته زي الفل تعالوا بقى شوفوا مشترياتي كده من السوق بقى استيشوف وفاق جابت ايه انا طبعا كنت جايبة معاكو بتاع ده اسمه ايه ورق عينب ورق العينب يا جماعة بمية وعشرين جنيه بس انا كنت جايبة بمية وعشرة بعد الفصول ده المرة اللي فاتت يعني فقلت بقى انا هعمل ورق عينب بس لأ بعدت جبت بتاع ده وبتنجان وبعدت جبت كوسة وبعدت جبت طماطم كده يعني اش عارفة طماطم هتفضل مجنونة كده مش هتنزل ولا ايه انا اما مش عارفة مش عارفة بالزبط فبعدت جبت شوية مشتريات كده من السوق عشان اعمل معاكو ما احشي اختكو بتتوحى مجدعين قولي يا عرفة مبروك يا فوفة يا رب انه يجيع بالسلامة كده وبخير انه بقى لي عشر سنين بيستوي في بطني فمرة بقولكو كده عبشي بيفيكو كتاب لي قال لي يا فعلا من ساعد ما دخلت قناتك وانت بتقولي بطوحى وحياتك والحد ما انا اختفي من اليوتيوب خالص افضل اقولكو بطوحى بس بقوا افتكروني لو لاتوني اختفيت من على اليوتيوب افتكروني انا بحبكو جدا البمي بقى غسلت طماطم وقطعتها على طول في شفش انا عندي شوية اصلا كانوا في الفريزر بس ايه بعدت جبت كيلو كده عليهم بس انخدتش الكيلو كله يعني سبت حوالي ايه كم واحدة كده قلت لو احتاجتهم هل حاجة احطهم على جبنة ولا كده شفتو بقينا غلابة بقينا غلابة الطماطم بنشيلها بالواحدة اللي كنا بنجيب بالستة والخمسة كيلو كده ونرمون في درجة تلاجة ده درجة تلاجة بيهش وينيش بيسقف طول ما بيسقف بيقولوكو اللي فودي يلا الحمد لله انا اخدها ببساطة هنعمل ايه بنا بقى يفرجها كده والامور تهدى كده عن الاول هنا بقى ايه الفراخ ماخدتش وقت استويت فطلعتها كده اهو عشان انا لسه برضو هعمل لسانة عصفور وهبقى حطها فيها فخلصنا خلاص من سوى الفراخ عشان بتجاز ما بياخدش كميات كبيرة من ايه من الحلل فقلت خلاص اخلص منها عشان ابتدي بقى حط بقية الحبشتكنات بتاعتي طبعا انا عايز اقول لكم ان السكاكين بتاعتي رايحة في دهية فبقى لي كتير ما عملتهاش ما سنتهاش والله عايزة سنيها بصوا يعني انا تعبت قوي عبال ما عملت البصلية ديت واضطريت ان انا قطعها تخريط كبير لاني مش عارفة قطع بالسكينة السكينة رخمة جدا مش هرشرة حلوة بس صغيرة قوي على البصلية ديت ممكن تتقتم اصلا يعني لكن دي كبيرة البصلية قدي كاف في ايدي واكبر فهي كانت حلوة حتى مخدتش اللي هي يعني خليك اقتصادية كده ولمي الدنيا كده ولمي امورك ويتعملي زي زمان كده كنت بقول لكم ايه زمان قطاروا قطاروا في البصل ده بيحل التسبيكة وبيخليها مسكرة ومش عارفة لا لماما كان زمان ان شاء الله متحلت ولا بقت مسكرة مهم مهم تتعمل دلوقتي اختي احنا مناخد بصلية ببصلية ديك شايفة كيلو البصل بك حطيت بقى شوية زيت كده قلت يلا يا بيت يا فوفة شواحي بقى البصلية ديت وزبتيها هنا ضربت شفشاء الطماطم اللي احنا عمل له ده كنت محتاجة حب صغيرين كده وانا كنت مفرزة شوية في كيس كده معكم للأول الكوسة يعني كنت عايزة اجيب كوسة اكتر من كده لان ايه بستغل الفرصة النعيالي اهو ده كيس الطماطم النعيالي ياكلوا فيها مغزية مش عارفة بس كانت كبيرة يعني فما جالش للشوية دول هنا بقى اللهم صلى على النبي نزلت كده بعد ابو صلاة ما تشوحت نزلت بالطماطم كلها وحطت واحدة ماجي وايه تاني وايه تاني بيت شفوفة او شوية فلفل شوية بهرات وخلص عليك كده وتلاقي بقى ريحة التسبيكة طلعة ايه 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 وعوشك شاكيرة ايه وعوشك بهيرة ايه وعوشك مش عارفة ايه اللي انا بقوله ايه اللي بقوله دولاتي في المحشي اللي انا بعمله مش عارفة مش عارفة اجد عم ما تركزوش اختكو تعبين بتعمل محشي طبعا بقولكو ايه ورق العنب اللي انا جبتو معاكو المرة اللي فاتت مسكتو سلقتو مصورتش معاكو اول ما مسكت كده شوية معايا على النار غليو عصرت لامونة نزلت الورق العنب واعدت معا نفسي في الركن البعيد الهادي وفي نفس المعاد في النادي اقطف في كده وروحتي شايلة في كسف الفريزر قلت ايه لما ايجي عملو هيكون الدنيا سهلة علي وضل حصر بصوا بقى البتنجان جايين لي كبيري ازاي بس احنا ستات بتعرف تتصرف في البتنجانيك كبيرة بشيل القومع كده منها واقوم جايبها من النص ما همش تترمي يو بيترميك حاجة كل حاجة بفلوس فخلصت بقى منه فالورق العنب جاهز على اللف على طول بس بقى ايه ما تزودش عليه السوى طالما هتشلي في الفريزر انا مش مصدق ورق العنب بيوصل لمية وعشرين جنيه. ليه هو ايه? ورق دهب ده ولا ايه? انا عايزة اعرف طيب. فجوزي بيقول لي ايه عادي. ما هو ايش حافظة طماطم ميكام وبتنجن ميكام. قلت له عادي ايه? لا مش عادي طبعا. قال له عشان لسه نازل وكده اقول له لا طبعا مش طبيعي. مش ده اللي كان بيحصل برضو يا جميع. فلو بالنسبة للطماطم مش عارف ايه برضو مش عادي. الطماطم يعني حتى لو غليت شوية كان بترجع تنزل. لا حاجة بتزيد. لما الناس ده خليتلي على فيديو المشترات بتاع الفراخ واللحمة الفيديو ده داخل على احداشر الف. خشوا كده شوفوه. الفيديو اللي انا ايلالكم ميزانية بتسعمائة جنيه اللي هو الفراخ واللحمة عملت لكم ميزانية بتسعمائة جنيه جميلة جدا وهي دي اللي مشي معاكم بيها. وبعمل او الاكل. دي الوراكل اللي انا كنت بفرزها معاكم على ايه? على وقت بتيل. فالناس ما جاليتش بصدقها. فلا نحاول ندبر امورنا في رغم الظروف اللي احنا فيها دي هتتدبر ان شاء الله. عشان بيوتنا وحالنا كده وربنا يسترنا دنيا واخرى. فكان في ناس كتير داخلت طولة مش معقول تستعمائة جنيه في الشهر ازاي? مش معقول ايه ده? اللي بتبتولي ده? مش عارف ايه. هنا بقول لكم بصها نسمية كلامك اهو عشان انا تعبتوكم معي كل فيديو كحتي الكوسة يا وفاق. اديها يا وفاق تكحيط حاضر. اديتها. عملتها المقوار وانا باقور. اديتها كده تكحيطة بسيطة وانا باقورها. اه بس شكلها حلو والله تصدقوا? منظر شكلها منظر. اه بس فكان في ناس مستغربة وليه ومش ليه طبعا الناس اللي عارفيني ابي عارفينها ولا بكذب ولا بعمل. والحمد لله يعني الحاجة اللي انا جبتها بعملها معاكم عملي. فالناس من كتر الغالة برضو انا يعني ايه? يعني ساعة اتدايق من من الكومنتات اللي بتيجيه وساعة ارجع وقول ايه? خلاص الناس معزورة من كتر الغالة الناس مش بصدقة مش عارفين. لا ممكن نحاول على قد ما نقدر. معالش. نحاول هنعمل ايه? تجي بي ده تقسمي ده النهاردة عملت زفر آآآ بكرة بعد والدنيا آآ كده شوية مسقعة شوية كشري. الدنيا بتمشي الحمد لله. المهم ولا تمدي ايديك ولا تستلف من حد ولا تجنيني جوزك ولا تخليه كلم نفسه. والدنيا هتمشي. هتمشي ان شاء الله. بتقوله العرض هتمشي. ان شاء الله كده تمشي ببركة ربنا كده. فاسبوها على الله. الفيديو ده رغم انه هو علي بس يعني وجالي منه كومنتات كتير جميلة. وجالي منه مشتركين كتير. بس تجالي مني برضو كومنتات كتير آآ سلبية. اللي هو ازاي مش عارف ايه فخلاص نعذر الناس. ربنا ايهدي الحال يا رب. آآ طبعا زي انتم شفتوا انا غسلت البتنجان. وهنا عملت ايه? مالت ايه بالتفوفة. آآ غسلت الرز بقى اللي انا هشتغل فيه. فطبعا انا حسيت كده ان الرز لا ما اتعصرش حلو. فاقول لكم هعمل ايه? هنا بقى ده الورق اللي عينة ببسه. بسه قعدت رغم انه نقاطني. والله نقاطني يا جدعان. ده كان هيجيب لي الشلر الرباع. ده كان هيقد علي. اههههههه. فكان صغير يعني ورق اللي عينة بصغير اول ما احبش يعني اه 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 انضف ولا ولا لليف ورق عينة بصغير ما بداي ايه محب الورق العليه كبير يا جاعدك في ايديك كده. تخلص كده على طول تيك 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 تيك. اه اول انا بقولول كده. فده نقاطتني قبل من اتضبتها. وكنت كمان شايلة همها. اه لما باجي ايه لما باجي احش المعشي. فنقاطني والله بس يلا عملت حلة حلوة لعن نفسهم فيه طب ايه ايه يعني شوية التسبيكة يا جماعة في الجون في الجون مش قادر اقول لكم على جمالها تقلتها كده بقى وصبكتها حلوة قوي طبعا انا كنت منظفة معاكم شوية خضرة غسلية ومنظفة معاكم فرزية ومحادفتهم في الفريزر في كيس اهم فنفعوني بقى النهاردة والله في حاجات كده لما بيكون جهزة عندك بتلخص وفاكرين الخضرة يا جماعة فاكرين وفاء وفاء كانت بيجيب كيس خضرة قدي كده اقول لكم بس يا جماعة ده جايب بقى عشرين جنيه كيس خضرة انا باحترى خلصوا امتى فاكرين الكلام ده انا بقعد هشوف هشوف ايه ابقعد افتكر الذكريات ده كنت بقعد افرز معاكم الخضرة واشيرها في التلاجة وولوكم كده ارتحت ايه فترة بقى ابقول ما فكر راجي جنب الخضرة تاني ولا الكلام ده دلوقتي بنجيب هم مش حافظة والله هم اتنين كانوا بعشرة جنيه ولا تلاتة مش فاكرة الخضرة فالله المستهان ربنا يلطف فينا يا رب هنا كنت بعمل ايه كنت بفرول كده شوية نعناع بيبقى جميل اوي في الورق العنب والبتاع ده والبتنجيل بيبقى طحفة وحطيت طبعا الخضرة والتوابل وحطيت رشة زيت وعملت احلى خلطة محشي خراشي التكل الروز دي ني كده اوه زي ما بقولك كده عيالي بقى يفضل يقول لي ماما دوق ماما دوق مين اللي زي مين عيالكو كده عيالكو زي عيالي كين ده بقى للتانين كبروا الصغيرة بقى تفضل طول لي ماما عدشو يترز دوق اجيها بقى في ايديها في ايديها اجيها بقى فكنا وحنا صغيرين بنعمل معام بكده بردك نفضل نقول لها يزين ندوق الخلطة ديت مين مين اللي بيدوق الخلطة كده وولول وولول يقول لي في الكومنتين المهم بقى ايه جبت حلتين حلل الورق عينب وحلل البتنجان بناجان. طبعا انا كنت قاعدة انا قاعدت قاعدة مايعلم بغلى ربين. خرجت برة شغلت المراهقة وقاعدت صلى عليك يا بيت يا فوفا. المهم بها ايه كالعادة كنت رسا مستنيглий جماعة اللي معي دول الاخوة الأعداء اللي معي انوما يتجمعهم فانا ما مش هاعه. قولت يا بيت يا فوفا انت مراوقة كده ومنظفها ومشي لموعينك. في شويه دغسلياء تنشوريهم. انت شطرة يا بيت. انت شطرة وقوية وكلك حنية. مين? تفضعلي. انت ما بتجيش لايه? استني يا كنت. هو انا مش قلت لك تخش ولا لأ? تقفلت الكمبيوتر? قفلتي? طوال. قبل ما اسجل الفيديو بس لو هتكوح يا كنده يبقى هتخرجي برا الناس هتفضل تسمع تشوف الفيديو هتقول انت احو احو احو. احو احو احو. كنت فتحلى الكمبيوتر بتتفرج عليه زي اهد. فجات بقى خبطت على القدم وافتحيه لي وكده. كنت هقول لكم ايه? اهه شلت الموعين وقلت ايه? بيت يا فوف البوتاجاز بتاعك مش قدي كده. قومي يا بيت نظافي. والله العظيم يا جماعة انا بشوف كناة بتعمل حاجات بتستفزني. هي اللي كانت دي انت هتعرفوها. هي اصلا فتحة يجي تلات اربعة كناة تين. ما انا كلها وكل كناة اسم. وبتعمل حاجات يعني بتطلع البوتاجاز بتاعها اسفف اللفظ في اكزر شكل ممكن تدخيله. ويقعدوا بقى يقولوا لها الناس ايه? يشتمونا كلنا. اه والله العظيم ده اللي بيزعني بص المصرين بص عفانة المصرين بص نتانة المصرين. هده يا قوي طب انت بتجيب الكلام لغيرك ليه? طب انت بتعملي كده. كل ده عشان يجي لها كومنتات طب انا يعني استنى يجي لي كومنتات تهزيق عشان اه اعل الفيديو. والله ما باستحمل. ده لما حد بيدياني باحزره على طول. مش عان فادي بتستحمل ازاي? والخلاط بتاحها وحيات ربنا تقرافه ان انت تضربه فيه لطماطن. تبقى مطلعة انا مش عارفة هي مسكة ازاي من كتر القرف اللي فيه. فمش عارفة ليه بتعمل كده? انا متوعرف. اكيد انتوا عارفينها الكانوضية يعني بدون ذكرى اسيمي. فقول ليه يا ليه بتعمل كده? انا انا عايز افهم. انا نفسي اوصل لدمخها. هي ليه بتعمل كده? دي كل يوم بتتهزق. انا نفسي عارف يا بيتناني زي متتهزيق ده? وجابت لنا احنا كمان جنبها التهزيق. فبصوا النظافة حلوة. النظافة حلوة. وخلاص انت عودت نفسك على كده. وليه نطلع بالمنظر الوحش ده? انا مش عارف. والله العظيم ليه? انا مش عارف. فربنا يهديهم يا رب. لازم يدعمل حالك كتير غريبة عشان المشاهدية والله. انا اليومين الجايين هعمل فيكم حاجات اش هاد راقول لكم? انا لازم انا اعلل ريتش بتاع الكنونا كمان. انا اللي ابقى عقلة فيه. اه اينا يما لا ربنا يعرفين والله يا جميع. الوحيد لو يحاول يعلك هنوط بس يعلى باحترام. يشغل دماغه في الصح. اكتهد اكتر. اعمل فيديوهات اكتر. بكل نظافة واحترام برضو. وما حدش برضو يهننا ولا يهزقنا. كرامتنا في كل شيء. يعني اصل الوحيد عنده دم. انا بقى شوية اللا بيضل. انا عايز اقول لكم ان هم ما تغسلوا وتزهروا. وروح تغسلوا كمان. اه شوية كده الوين. او الله. فالغسيل بيولد غسيل. زي ما انتو عارفين. فقلت بقى ايه انا هنشروا غسل بتاعي. وادخل بقى ايه. اسوي الاكل. ما انا عايزهم يكلوا المحشي صخرا. بس ما اقول لكم اش دخلوا من الشقة. يا عريحة. اش قادرة اقول لك يا اختي. فيدو يشمشموا. ريحت المحشي كتخربت دنيا. بس ايه رايك في المحشي ككا بتاعي? حلوة. حلوة يروحي. عجبك? انت يا قلبي. قلت لي عايزة ايه تاني عملتولك. استردر عايزة سمعلكم. اسمه ايه? لسان. 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 عص. عص. عصفور. شاطرة. يبقى لسان عصفور. بقول لكش كحيلهم. هم مش عادين في مستشفى يعني. لشي جميعا? لشي القحة بتاعي الكن ده تعبية. عملة افاهمة تقول لسان عصفور ازاي كلمة كبيرة عليها. كلش هتقول لي عفور. مم هنا دخلت بقى ايه? اه حمرت شوية لسان عصفور. وصوتهم بالشربة. وخلاص كده على طول. وحضرنا الغدى بتاعنا الحمد لله. والاخوة الاعداء اه اه اتجمعهم على خير. ده كان الفيديو بتاعنا الجميل كده النهاردة البسيط يا رب يكون عجبكو. استنيوا اللايك والكومنت وهاعدة ارد على الكومنتات بتاعيكم الجميلة. مش قادرة اقول لكم على الورق العينة بكم طعم وعمل ازاي? تحفة. تحفة. لكم مع الف سليم.